في مجال تكنولوجيا المعلومات تعتبر الشهادات الدولية مهمة جداً لتقييم المعرفة والمهارات وشركة سيسكو تعتبر واحدة من أكبر الشركات في العالم المتخصصة في المجال ده وخصوصاً الشبكات وكل ما يخصها وعندهم كورسات وشهادات دولية معتمدة تعتبر الأهم والأكثر انتشاراً في مجال الـ IT في الفيديو ده هنتكلم بشكل عام على شهادات سيسكو وبشكل خاص على CCNA ومحتويات الكورس اللي هينزل على القناة ولو انت فعلاً واحد من الناس المستنين الكورس ده انزل دلوقتي اعمل كومنت شجعنا فيه وما تنساش تعمل لايك الفيديو وكمان هنأمل مقارنة بين شهادة CCNA وشهادة Network Plus أهلاً وسهلاً بيكم في فيديو جديد أنا عماد نشأت وانت بتتفرج على IT2s طبعاً كل الشركات بتحتاج IT team أو على الأقل لو شركة صغيرة أو مكتب صغير فهتحتاج شخص واحد للـ IT بس برضو مهما كان حجم الشركة فهي دايماً هتحتاج شخص مسؤول عن الـ IT وده اللي مخلي المجال دايماً متجدد ومطلوب وعشان تبدأ في المجال ده لازم تكون فهم كويس جداً محتويات كورس CCNA عشان كده عملنا لكم سلسلة CCNA ببساطة السلسلة دي هتكون مكونة من مجموعة من الفيديوهات الخاصة بشرح CCNA ونقدر نغطي كل المواضيع الموجودة في امتحان CCNA 2301 من Cisco كل حاجة هنشرحها هيكون لها لاب على برنامج اسمه Cisco Packet Tracer ونتكلم عنه بالتفصيل في فيديو الوحده وكمان هيكون فيه Practice Exams عشان بعد ما تخلص السلسلة كلها تكون جاهز لامتحان CCNA طبعاً الكورس ده مش بس حاجات Cisco اللي في الإجزام أكيد هيكون فيه معلومات زيادة عشان تساعدك تفهم شبكات بشكل عام وتقدر فعلاً تشتغل فيها طب يا طرح الكورس ده موجه لمين؟ أحب أقولك إن الكورس ده موجه لأي حد عايز يتعلم networking ويبدأ في مجال الـ IT والكورس طبعاً هيكون مناسب لأي حد عايز يدخل امتحان CCNA 2301 وياخد الشهادة الدولية بتاعته طب هل ده معناه إن كل اللي يدرس الكورس لازم ياخد الشهادة؟ لأ طبعاً الكورس ده بيغطي كل المواضيع اللي في الامتحان لكن مش لازم تاخد الامتحان ممكن جداً تكتفي بالمعلومات دي وخليك عارف إن مش كل الشركات بتشترط إن يكون معاك شهادة لكن طبعاً الشهادة بتحسن فرصك في التوظيف وأنشرح إزاي بعد شوية وحط في دماغك إن الأهم من الشهادة إنك تكون عارف وفاهم كويس قوي محتويات الكورس تعالوا بقى نتكلم شوية عن الكورس ريكوارمنتز أو أنت محتاج إيه عشان تاخد الكورس ده وتقدر تفهمه أحب أقولك إنك حرفياً مش محتاج أي حاجة عشان ده البيزيكس بتاعت الشبكات يعني دي تعتبر الأساس اللي هنبني عليه بعد كده فأنت مش محتاج غير إن يكون عندك فكرة بسيطة عن الكمبيوتر بشكل عام وتكون بتعرف طبعاً تتعامل معاه حتى لو ما عندكش أي خلفية عن الشبكات الكورس ده هيساعدك إنك تتعلم كل حاجة من الزيرو بس لو أنت عايز تبقى أور بكل حاجة بنشرحها تقدر تشوف كورس أساسيات ومفاهيم الشبكات في القناة بتاعتنا وهتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن وهو عبارة عن كورس هيسهل عليك الدنيا عن طريق إنه بيشرح المفاهيم الأساسية للشبكات بشكل مبسط وجرافيك احترافي طب لو أنت مش عايز مفيش مشكلة عشان كده كده هنشرح نفس الكلام هنا في السلسلة دي طب هو أنا ليه ممكن أخد شهادة سيسكو أصلاً؟ الإجابة لأن سيسكو عندها خطة محكمة لتطويرك كمهندس شبكات وده لأن سيسكو عندهم أكتر من مستوى لشهاداتهم في الشبكات بتبدأ بالشهادة اللي بتخص فنين الشبكات وهي شهادة السي سي تي اللي هي سيسكو سيرتيفايد تيكنيشن وده يعتبر كورس أساسيات الأساسيات وعادة مش ناس كتير بتاخدو وده لأن شهادة الأسوشيت بتكون شاملة أكتر وده اللي هي شهادة السي سي سي إي إيه اللي هي سيسكو سيرتيفايد نيتورك أسوشيت تعتبر من أكتر الشهادات المطلوبة وحجر الأساس لكل مجالات تكنولوجيا المعلومات مش بس مجال الشبكات لكن كمان مجال الكلاود أو السايبر سيكوريتي وده كمان بتأهلك أنك تكون مهندس شبكات أو مهندس دعم فني والميزة في الشهادة دي إن الفئة المستهدفة هي الناس اللي ما عندهاش أي خلفية عن الشبكات عشان كده هتلاقي أكتر ناس بتاخدها هم الطلبة أو الناس اللي عايزة تعمل كرير شيفت وتبدأ في كرير الآي تي ومحتوى الشهادة دي قوي جدا وفعلا بيقاهلك إنك تشتغل بيها بس ده طبعا لو فهم الكون سيبت سكويس واشتغلت عملي كمان المستوى اللي بعد كده هو السي سي إم بي اللي هو السيسكو سيرتيفايد نيتورك بروفشنل وده مستوى احترافي وعميق في الشبكات وعشان كده هي مش شهادة عامة زي سي سي إم إيه لكن هنا انت بتختار تخصص معين زي سي سي إم بي انتر بريز أو سي سي إم بي ديتا سينتر أو سيكيوريتي أو سيرفيس بروفايدر وغيرهم وشركة سيسكو ما قفتش لحد هنا لكن عملت شهادة لخبراء الشبكات واللي هي السي سي آي إي اللي هي السيسكو سيرتيفايد انتر نيتورك اكسبرت وده تعتبر من أقوى الشهادات في مجال الشبكات والآي تي وبرضو طبعا فيها تخصصات مختلفة وتعتبر السي سي آي إي زي ماجستير في المجال عشان كده دايما اللي بياخدوها هما الكونسالتنس أو الاركيتكتس في شركات كبيرة وآخر مستوى هو السي سي إي أور وهي شهادة الاركيتكت فخلينا أقولك لو أنت ناوي تتخص الشبكات ويكون ده فعلا كريرك فأنت عندك خطة واضحة جدا من سيسكو وعندك فرصة لتطوير نفسك بشكل مدروس من شركة كبيرة زي سيسكو وطبعا مش محتاج أقولك إن الشهادات دي بتحسن فرصك جدا في التوظيف عشان نفهم أهمية الشهادات تعالى ناخد مثال بسيط دلوقتي سامير ربنا قرمه وبقى IT مانجر في شركة كبيرة ومحتاج إنه أعين تحتيه مهند الشبكات سامير بص على السيفيز اللي جات له لأن السيفيز عددها كبير جدا ومتقسمة لثلاث فئات أساسية ناس عندها المعرفة والمهارات المطلوبة ومدعمة المعرفة دي بشهادات دولية ناس تانية عندها المعرفة والمهارات لكن مش معاها شهادات دولية وناس تالتة فريش جريتس لسا متخرجين ما عندهاش معرفة ولا شهادات دولية لو أنت مكان سامير ووقتك محدود والسيفيز كتير تفتكر هتبدأ تكلم أنهي فيهم الأول أو أنهي فيها هتكون الأقرب للوظيفة طب يا طرح إزاي باخد الشهادة الدولية دي؟ أول حاجة أنت هتحتاج تذاكر وتفهم كويس جدا جزء النظري والمفاهيم الأساسية وهتحتاج كمان للتطبيق العملي لأن الامتحان ده بيكون فيه جزء عملي وطبعا إحنا في الكورس ده هنغطي الجزءين دول وهنخليك مؤهل أنك تعد الامتحان وتكون فاهم كويس جدا محتويات الكورس بعد ما تخلص الكورس بتبتدي أنك تحجز الامتحان وممكن تمتحنه أونلاين أو في مركز معتمد وهنعمل طبعا فيديو مخصوص للمتحان وإزاي تكون جاهز ليه في آخر السلسلة نيجي بقى للسؤال اللي بيجي في دماغ أي حد ناوي يبدأ في مجال الـ IT يطار أخد CCNA ولا Network Plus؟ بما أن الشهادتين يعتبروا شهادات معتمدة ومخصصة للمبتدئين أنا دلوقتي أشرح لك الفرق بينهم بالتفصيل شهادة Network Plus مقدمة من شركة ComTIA أو زي ما بيتقال عليها ComTIA وهي شركة متخصصة في شهادات الـ IT زي مثلا ComTIA Plus وComTIA Security لكن CCNA زي ما قلنا هي من شركة Cisco أول فرق واضح جدا هو أن شهادة Network Plus بيتقال عليها Vendor Neutral أو Vendor Free وده لأنها تعتبر شهادة عامة فيها مفاهيم وأساسيات الشبكات من غير ما يتكلم عن الأجهزة أو البروتوكولات الخاصة بشركة معينة يعني هنا بتركز على Standard Knowledge لأساسيات الشبكات وطبعا CCNA بتديك برضو أساسيات ومفاهيم الشبكات لكن من وجهة نظر شركة Cisco يعني بتديك الـ Standard برضو لكن كمان بتديك البروتوكولات المطورة من شركة Cisco نفسها بما أن هي اللي عاملة الشهادة زي مثلا بروتوكول EHRB ده بروتوكول هتشوفه بس في CCNA لأنه مطور من شركة Cisco بيشتغل فقط على أجهزة Cisco CCNA بيشمل جزء عملي على برنامج Cisco Packet Tracer وهو يعتبر أداة محاكاة للمبتدئين بيخليك تقدر تعمل محاكاة أو Simulation لشبكة حقيقة بالأجهزة والتواصلات بتاعتها وكمان تطبق بروتوكولات معينة وتشوف حركة الباكيتس يعني نقدر نقول أن الـ 2 كويسين جدا كبدية لكن تعال نبص برضو على نقطة مهمة جدا وهي تكلفة كل امتحان فيهم في الوقت اللي بعمل فيه الفيديو ده تكلفة CCNA حوالي 300 دولار لكن الـ Network Plus تكلفتها بتكون 369 دولار طبعا أنت دلوقتي مستنين أقول لك أنهي شهادة فيهم الأفضل مفيش إجابة صحة أو غلط للسؤال ده يعني أنت لازم تشوف مميزات وعيوب كل شهادة وتبتد أنك تقارن بينهم وتشوف أن يأنسب لك لكن بالنسبة لسوق العمل ومجال الـ IT شهادة CCNA أقوى وليها تأثير أكبر وكمان مطلوبة أكتر من الشركات وده الآن زي ما شرحت في أول الفيديو إن سيسكو عندها عدد كبير قوي من الشهادات الخاصة بالشبكات ده غير طبعا أن تكلفتها أقل عشان كده أنا دايما بنصح أنك لو بتخطوك تاخد أنهي شهادة فيهم أنك تبدأ بالـ CCNA لو عايز تقدر تلم كل حاجة وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة وبما أنه أول فيديو في سلسلة الـ CCNA أتمنى أنكم تتوصوا باللايكات والشير للفيديو ده عشان عايزين السلسلة دي توصل للناس كلها في مصر والوطن العربي كله عشان كله فعلا يقدر يستفيد من السلسلة دي وطبعا ما تنساش لو ما عملتش الشتراك للقناة أنك تنزل دلوقتي تعمل الشتراك وتشغل الجرس عشان يجيلك كل اللي بتنزله أول باول ولأول فيديو عجبكم ومتحمسين للسلسلة بتنسوش تسيبوا تعليق تحت وتقولوا لنا كمان اقتراحاتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر